السلام عليكم زلف اللون اهلا وسهلا بكم محبين شبابة القبعيل حصريا قلق المسيرون في اجتماع رسم خريطة تاريخ الميركاتو بعد الكلاسيكو مباشرة كسافة مصادر موتقة للكورانيوز امس ان المرورة الى السرعة القصوى طبعا بخصوص الميركاتو الشتوي ستكون بعد كلاسيكو المولودية المقرر بالثلاثة المقبل ان شاء الله حيث اشار مقربون من الادارة انه سيتم رسم خريطة تاريخ الانتدابات على ان يتم تحديد القائمة النهائية للذين سيتم تعاقد معهم مع العلم طبعا ان الكناري له الحق حاليا لانتداب اربع اسماء جديدة الوقت قد يكون عاملا سلبيا والادارة تريد حسم الامور مبكرا وما يمكن ان نشير اليه في هذا الصدد ان اختبار الادارة لموعد ما بعد كلاسيكو من اجل الحسم مع بعض المستهدفين هو من اجل تجنب عامل ذيق الوقت يعني طبعا والذي قد يكون منافسا لهم في الفترة القادمة خاصة في حال ما اذا كانت المفاوضات شاقة مع بعض من سيضعهم المسيرين طبعا بالاضافة الى ان اي لاعب جديد في الوقت الحالي طبعا ينبغي اخذه بعين الاعتبار وموبيليس كرارتها مرارا وتكرارا قال لك الشق المالي لن يكون مشكلا يعني تدعمة المالية بكل رايكين على موبيليس وكما سبق واناكدنا عليه فان الشركة المالكة للشبيبة موبيليس اكدت عبر رئيس المدير العام لها على ان الشق المالي لن يكون اشكالا في حال تم استهداف هذا الاسم او ذاكا يعني واكدت انها تشتريط فريقا ينافس على الاضوار الاولى ولا شيء سوى ذلك يعني شرطة الهم باش يجيبوا فريق يتنافس على الاضوار الاولى وما يهمش مشكلتها ضراهم كين ضراهم وكين اموال وهي تستكلف بجميع الاموال نتمنى ان شاء الله تعطيونا الارات لكم في التعليقات ولكم الحكم في التعليقات